السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم كل اخواتي وكل حبيبي وكل محبين ومشاهدين وصفات رهيبة مع رشا. عاملين ايه احلى اخوات? يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا وسعيدة. عملنا ملف كده ملفات كتير على قوائم التشغيل. عندك ملف فيه كل ما يخص الشعر. ملف للبشرة. عندك ملف لمنتجات الصيدلية الرخيصة وتعليم المنظفات وحير وافقار منزلية. كل الملفات دي غالية هتلاقيها على قوائم التشغيل. شرف فينا هناك ونورينا لو انت لسه مشتركتيش اشتركي ونورينا. هنصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم على الحلقة بتاعت النهاردة. حلقة النهاردة بتتكلم على اشرة الشهر. ان انا ازاي هتخلص من الاشرة بمكون لا يخطر في بالك. والشهادة لله الفيديو ده او الحلقة دي. انا بغداها اصلا من الاستاذة سالي فؤيد. انا سمحت الفكرة في برنامج كانت مرة عاملها والصراحة جردتها وكانت النتيجة فوق فوق الروعة. ورغم ان انا طلحت في فيديو قبل كده اتكلمت عنه بس برضو ما زلت بتسئل في التعليقات يا راشا حل للاشرة يا راشا عايزين حل للاشرة. بص يا نور عيني هقولك تاني لان فعلا كانت حاجة كده سحرية هتقضي لك تماما او هتغفي لك تماما على الاشرة بدون اي تكاليف. طيب السؤال الاولاني بقى عشان بس ايه زي امالتولك قبل كده مش مشكلة ان انا حلم مشكلة اعرف الاول زي الهالات كده انا برح كنا بنتكلم عن الهالات. مش مهم ان انا عالج الهالات. انا عايز اعرف ايه اللي بيجيب هالات. نفس الكلام بردو النور ده. مش مهم ان انا نعالج الاشرة. ايه اصلا اللي بيجيب اشرة. بص حبيبية الاشرة دي بتيجي لان بيكون مسلا في خلايا جلد ميت. في فروة الراس. نتيجة تجدد فروة الراس يعني. فبيحصل زي جلد كده ميت فهو ده بيحصل الاشرة او نتيجة اني مسلا الراس بتاحتك او فروة الراس بتعمل زي افرازات كده دهنية فبتبقى ده زي وسط ملائم للفطريات فبالتالي بتتكون الاشرة او ممكن الاشرة دي بتجيلك نتيجة جفاف فروة الراس تمام تمام يبقى احنا قلنا تلات حاجات لا اما جفاف فروة الراس لا اما انت اصلا فروة الراس بتعمل افرازات دهنية فبالتالي وسط ملائم للبكتيريا او زي ما قلت لك ايه فور بطراس بتجدد. حلو كده? حلو كده. حصل اشرة هيحصل تسقط. معقولة او. حصل اشرة هيحصل تأصف وهيشيل. لان انا حجبت تماما عن بصيلات الشعر الغيزة. بصيلات الشعر قفلتها كده. فبالتالي ما فيش اي غيزة ولا اي زيوت ولا اي كريمات ولا اي حاجة وصلها. هتلاقي شعرك بقى نشفه بقى خشن وبتقصف وبيقع وحاجات كده بتحصل له غريبة. تمام كده? تمام كده. فطلعت الاستاذة فالي فقالت كانت مستضيفة يعني حددت عقبير تجميله وكده. فكان بيقول لها ان انا عندي حركة سحرية انتي لو عملتيها. الحركة دي هتقدلك تماما تماما على الاشرة. الا وهي ايه بقى وما تتخضيش? معلقة من الشامبو. وتحط عليها نص معلقة من الملح. ملح الطعوم. يبقى جيب معلقة شامبو. وخط عليها معلقة من ملح الطعوم. واخسل بيها شعري. ملح يا راشا مش تاي يلهب لنا شعرنا. الملح امره ما لها بشعر. او يلهب لك جلد. ده بالعكس انتي لما بيكوني خالع درسك. الدكتور بقولك ايه? اتمضمطي بمية بملح. عشان خاطر ايه? زي يهد الالتهاب شوية. نفس الكلام لما يكون عندك التهاب في الحال اقولك زي تغرغاري كده بمية بملح. برضو نفس الكلام كانت برضو واحدة الى لي مرة يا راشا. اه مش عارفة باين كانت والدة او ايه الدكتور قالت شطاف بمية بملح. فاللي هو اصلا الملح مش زي ما انت متخيلة يعني في ناس كده عندها لو. لأ ملح ده هيهيج للدنيا. بالعكس. بالعكس. لو بيهيج الدنيا ما كناش قلنا لللي خالع درسك مضمط بمية بملح. فهمت علي? فهتحط معلقة من الملح على معلقة من الشامبو. ويا هتخسلي بها شعرك كده تتليك فروة الراس كده بمدة دقيقة دقيقتين تلاتة وبعد كده تشطفي شعرك. عايز اقولك ان انا لما نزلت الفيديو دابل كده والله العزيزي مش عارف يعني جالي كمية التعليقات اللي هو الناس اصلا بيقولوا يا راشا يعني انا كنت قيلة في الفيديو ايه? اول مرة تاني مرة هتلاقي نتيجة روعة. لقيت بيقولولي يا راشا من اول مرة اكسم بالله النتيجة فوق الخيالي. يعني انت متخيلة اللي هو من اول مرة انت كده لو شعرك القشرة والدنيا بيزة معاك خالص قرابي كده الوصفة دي. لأ من اول مرة حرفيا بتجربتكم انتو قالولي لأ يا راشا من اول مرة مش من تاني مرة ولا حاجة. من اول مرة فعلا النتيجة مزيلة. ما ظنش هتكلفك حاجة. يعني ولا احنا اشترينا مكون كلنا مفيش واحد في البشرية ما عندوش ملح في البيت. كلنا عندنا الملح وهتحطيه على الشامبو. وجرب بها. فجربوها كلنا عندنا ملح زي ما قلتلكه. لان الملح مش مجرد انه هشلك القشرة فقط لغير. الملح برضو حلو يحتبر معاكم لفرغة الراس ومطخر. آآ برضو الملح حلو زي ما قلتلك هيشلك طبقات الجلد الميت اللي موجودة. آآ يحتبر زي تأشير كده او انت عاش ان انا زي ايه عملت كده زي حرقة انت عاش لبوسيلات الشعر. فبالتالي لما اجي احط اي كريم او احط اي حاجة او سيرم او اي زيت للشعر. هتلاقي بوسيلات الشعر بدأت تتشربه. اتمنى كون اقدر تفيدكم يا امراتي. ما تنسيش اللايك. لو عايز اي ملفات من قوائم التشغيل هتلاقيها هناك. وعمل لكم على القناة شامبو ليه القضاء على الاشرة. وعمل لكم شامبو برضو الاحشاب تخفى جدا. واقل لكم على اسم شامبو من الصيدلية بعشرين جنيه برضو رهيب جدا للاشرة. ما تنسيش اللايك اختم الفيديو بالصالح على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.